اشتركوا في القناة في معهد واشنطن أن الحركة يمكن أنها تمتلك ما بين 8 ألاف إلى 10 ألاف صاروخ معظم الصواريخ ربما تكون قصيرة المدى ما بين 6 و 12 ميلا فقط لكن جزءا كبيرا من صواريخ حماس بعيدة المدى قادرة على الوصول إلى المراكز السكانية الرئيسية في جميع أنحاء إسرائيل وخلال حرب غزة عام 2021 قالت تقديرات المخابرات الإسرائيلية أن حماس لديها عشرات الصواريخ بمدى يتراوح بين 100 و 160 كم والتي يمكن أن تغطي معظم إسرائيل حتى حيفا وشمال أما القوى القتالية لسارايا القدس وهي جناح العسكري لحركة الجهاد في فلسطين فيعتقد أنها لا تقل عن 9 ألاف ومؤخرا كشفت الحركة أنها طورت صواريخ من طراز بدر ثلاثة برأس متفجر نياز 400 كيلوغرام وتشير تقارير إلى أن الحركة ترسانة أسلحة كبيرة تضم عشرات آلاف من الصواريخ بمختلف أنواعها بالإضافة إلى قاذفات لصواريخ متطورة مضادة للدبابات من نوع كرانتن روسية وطائرات بدون طيار هجومية ولد جهاد وحماس نسخ مختلفة من صاروخ جراد الذي يصل مدى إلى 40 كيلو مترا ويستطيع الوصول لبير السبع وأسدود في الجنوب وصاروخ بدر ثلاثة من الجهاد له نفس المدى